القيادة المركزية الأمريكية أكدت أنها رصدت زيادة في الأنشطة الإيرانية بما في ذلك في مضيق هرمز الاستراتيجي لشحنات النفط الذي هدد الحرس الثوري الإيراني بإغلاقه وتعتقد أن إيران تعد لمناورات كبرى في الخليج في الأيام القادمة لتقدم موعد تدريبات سنوية على ما يبدو وسط تصاعد التوتر مع واشنطن وقال الكابتن بيل إيربان المتحدث باسم القيادة المركزية التي تشرف على القوات الأمريكية في الشرق الأوسط بأنهم على علم بالزيادة في العمليات البحرية في الخليج العربي ومضيق هرمز وخليج عمان وأضاف أنهم يتابعون الوضع عن كثب وسيواصلون العمل مع شركائهم لضمان حرية الملاحة وتدفق التجارة في الممرات المائية الدولية لكن مسؤولين أمريكيين تحدثوا إلى رويترز وطلبوا عدم الكشف عن أسمائهم قالوا أن الحرس الثوري الإيراني يجهز على ما يبدو أكثر من مئة سفينة للتدريبات وربما يشارك مئات من أفراد القوات البرية وأضافوا أن المناورات قد تبدأ في الساعات الثمانية والأربعين القادمة من جانبها هددت إسرائيل إيران برد عسكري إذا حاولت إغلاق باب المندب وقال رئيس الوزراء بن يمين نتنياهو الأربعاء إن إسرائيل ستنشر جيشها إذا حاولت طهران إغلاق مضيق باب المندب الذي يربط البحر الأحمر بخليج عدن وقال نتنياهو إذا حاولت إيران إغلاق مضيق باب المندب فإنه متأكد من أن إيران ستجد نفسها في مواجهة تحالف دولي سيكون مصمما على الحيلولة دون حدوث ذلك وهذا التحالف سيشمل أيضا كل الأفرق العسكرية لإسرائيل بدوره قال وزير الدفاع أفكدور الليبرمان في كلمة منفصلة إن إسرائيل سمعت في الآوينة الأخيرة عن تهديدات بالإضرار بالسفن الإسرائيلية في البحر الأحمر ولم يذكر أي تفاصيل وتمر السفن المتجهة إلى إسرائيل لا سيما القادمة من آسيا عبر المضيق إلى أيلات أو تواصل طريقها عبر قناة السويس إلى البحر المتوسط ويتعين على السفن المتجهة إلى ميناء العقبة الأردني أو الموانئ السعودية سلوك الطريق نفسه ترجمة نانسي قنقر